الاتحاد مش عايزة اقول بيقارن ان شاء الله احنا هنيجي القاهرة دايما لما بنيجي بنيجي عشان الاهلي وبنيس نفسنا على الاهلي والحقيقة بيقابلونا معابلة كريمة بشكرهم من قناة قدر دايما وانت بتتكلم عن الاهلي بتقول دايما باخد الاهلي مدرسة قيمة يا كابتن كبيرة نختلف نتفق انت زماركا وانت اتحادا وانت اسماعلاوي انا من وانا لاعب دخلت جوان نادي الاهلي في بوادر طبعا بتسبب الحب والاحترام ده ممكن ما كنش اهلاوي بس بتعش اهلاوي الاكتر من النادي مثلا بتشجعه لانك شفت القيم والاخليات الكلام الجميل اللي بتقال على الميديا ده او النادي الاهلي بيرسخه ما هواش بس واجهة اعلامية النادي بيقولها لأ النادي مبادئ فعلا النادي اخلاقيات حتى اولاده حتى لو فيهم خلافات بيزعضوا بعض وبيزوزعوا بعض في الاهلي بتحس في رحي التعاون اكتر من اقران اخر وده سر تمييزه طبعا وده سر شمخه وامته اه انا اتصبت وانا لسه اتنين وعشرين سنة مطش النادي الاهلي فالكابتن جهر اه رحمة الله عليه اه امر ان انا اتعالج في النادي الاهلي وانت وانا بلعب في البلاستيك موسم واحد ثمين اتنين وثمانين كنا تعدلنا واحد واحد واجبت الجول انا ده وبعدين اصبت اصابة كنت مع كابت الربيع اه فجالي رباط داخلي دخلوني العيادة الجيم في النادي الاهلي والعيادة مكان الصالة القديمة دي والنهاردة بقى فيه تطور كبير اه 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 يعني كان طارق اللي بيشرف علي اعتقد اه وكنت بتمرن في نفس التوقيت مع عادل عبد الرحمن كان مصاب اصابة كبيرة مع العيدة الاهلي بتاع فكونك انك تعيش جهو النادي الاهلي فترة تزيد عن شهر بتشوف العيبة وهي بتتمرن صباح يوم وسائل بتشوف السلوخيات بتشوف اخلاقيات بتشوف التعاون فرحتهم بيك لغم انك انت من نادي صغير البلاستيك مقارنة بلاهلي وكان البلاستيك مقارنة شوية الاهلي فاحيانا لكن الموقف ده تعاكاتك الاهلي لامر انك تتعالج في حاجات كتير يا عسامة لو عادت اتكلم فيها يعني مش عايزة افخم في الاهلي بالشكل اللي ممكن الناس تقول بنطبل لكن ده حقيقة يعني انا ما اجي اخرج مثلا انا راجل بعكاز ونجمي في حجم طهرب وزيد ياخدك بربيته ووسلك انا عرف كابتن خطيب هو انا ناشئ صغير ونجمي من عندنا من عند شمس بنشرف فيه كنت بصاحبه في مبوريات وهو بيلعب في النصر حتى الفتح لسافر لبنان ورجع يعني اقصد اقول فيه علاقات ممتدة من خلال شواهد ومن خلال العلاقات تخليك تحب الكيان ده اخلاص عمل مساعدة حتى في اطارنا احنا واحنا بنبتدي في امبي من فتر التسعينات الكوادر اللي دخلت من نادي الاهلي ثقافتنا بشكل كبير واحنا ساعدنا بشكل اكتر يكفي ان اقول مثلا قضية زي مؤمن زكريدي انا دخلت فيه لنادي الاهلي لاني كانت احداث صعبة انا اللي روح تخلصه عشان بعد كده نجيبه نودي الاهلي ما تقولنا لعيبه كده وانت بتتكلم عن اللعبه دي يعني صور كبتل محمدين دي زيارة كبتل الخطيب زيارة كبتل الخطيب لنادي للتحدي السكنداري لفتة كبيرة قوي من نجم محبوب كبتل الخطيب لعيب طول عمره وهو دايما بيأكد على معاني الإخاء والتعاون والمحبة والود الصورة التانية دي معانا برضو كان بيسألني عن ناشئين وكان بيقول الحاجة محمد تخدتوا ليه خدتوا ازاي شعرف طبعا نحن نتكلم بقيمة كبيرة مصد كبيرة بتنام لأي مكان حقيقة يعني موضوع الاهلي مش محتاج مني أنا كأمام ان انا اتكلم عليه ندل اهلي قيمة وقامة تاريخ مشرف لنا وللبلد بسي تبارك لحضرتك طبعا بلطولة افريقيا وان شاء الله الاهلي دايما في العالي كده لاني انا بلاقي كل المبادئ والاقلاق والتعاون مجرد ما بنطلب منهم حاجة بيوفقه مجرد ما حابتها جيب فرقتين من اسكندرية في حدثة مش بتيجي كتير لان الظروف ما بتساعدش عايز اعمل مورات مع النادي الاهلي في سن 15-17 مابلة كريمة وغدا وعشا وكل الزملاء من عم عبدالله من عمان لغرف الملابس الحمد لله بحتفظ بعلاقات طيبة واحترام معاهم الحب جوال الاتحاب دايما يعني علاقة ناجد الاهلي باتحادث الحمد لله وكل اندية برضو طمين